انا والله كنت نتمنى انه نكون في ورد النقاش القانوني المحث ولكن نحن اخرجنا من النقاشات القانونية واصبحنا نحكيه على خروقات كبيرة على مستوى مكتب مجلس نواب الشعب على مستوى سحب يعني مبادرات اخرى على مستوى الاستقواء انه لجنة بالنظام الداخلي لازم يكون فيها 22 تنجمة ولي 23 انه مثلش الى حد الان استشارة رسمية من قبل الهيئة فالقضايا الشكلية والاجرائية يعني تخرجت من اطار النقاش القانوني المحظ وتحطك في سياق انك انت قاعد تناقش في امر واقع قاعد يتفرض كما تفرضت الاذعات والتلفزات غير القانونية في تونس ورجعوها الى امر واقع اليوم مش يتفرض الاطار التشريعي اللي يبرر هذه الاذعات وهذه التلفزات الاطار التشريعي اللي يصنع هذا الامر الواقع ويطبعه ويعطيه يعني بعد قانوني بالتالي هذه المشكلة تتجاوز التلفزات والاذعات الى انه مسألة احترام القانون مسألة احترام المؤسسات كيف ستكون في ظل هذه الثقافة اضف الى ذلك اليوم مختا نقوله مثلا انه في المبادرة ذي انه بدون اجازات انه بعث مؤسسات اعلامية بدون اجازات معا تلويح بانه هذا ممارسة للديمقراطية في اعلى يعني مراتبها انه يا اخي عندك حرية تعبير تحب تعمل تلفزة تفضل حط التلفزة متاعك ابدى بث فقد صرحنا تقول رايي تلفزة تبث من اللافايات في بالعنوان التالي باه كيجين شوفوا هذا في الدول الديمقراطية نشوفوا فرنسا نشوفوا ألمانيا نشوفوا اسبانيا نشوفوا بريطانيا نشوفوا امريكا ثماش دولة تقبل يعني بعث اذاعات او تلفزات لمجرد التصريح نهيك انه علش اليوم السرعة هذي اللي موجودة في سبيل تكريس هذي المبادرة ثم امكانية اليوم ان تصير انتخابات يعني الدستورين ثم امكانية انه لو لو الفاخي قدم استقالته رئيس الجمهورية ينجم رئيس الجمهورية يمشي الى الانتخابات هما يعرفوا انه البلان زاد شوية طايع فهمتي في الجانب هذي فاني نعمل انتخابات ويتبين لي انه المطور متاع الانتخابات هذي وسائل عليهم استثمار وسائل عليهم انه هو مطور جيد وإيجابي ونجم ينجح خوفا من انه الرسائل التي بعثتها الحكومة قالت انها سوف تطبق قرارات الهيئة وبالتالي اللي هنا جري مع الزمن انه انا نعمل اطار قانوني نقنن القنوات هذية في سبيل اذا جات الانتخابات يكون وضحها سليم نحن في تونس وقت اللي تعمل ال 116 و 115 وانا كنت ضمن الفريق اللي يشتغل على ذلك يعني علينا الثقف وحاولنا انه نقوله عليش ما يكونش عنا قوانين قريبة من الدول الديمقراطية اخذوها بعين الاعتبار عليش ما يكونش ثقف تفكيرنا هو هذه الدول عليش انا نربط روحي بنوع من الخصوصية او ما الى ذلك مشينا في هذا التوجه اليوم ما ثميش دولة كما قلت لك انها تخلي الاعلام بهذه الطريقة مسايبة وقت تقول انت نظام تصريح كيفش بش تحاسب القنوات الكراسات الشروط بش تتيح حكما اللي موجودة وكراسات الشروط مأسة على نظام الاجازة مش نظام زادة ترخيص نظام الاجازة اذا بش تتيح انت خبات بش بش تحوكمها انت شنو اللي عندك انت في يدك بش تجابها الخروقات اللي موجودة طالما انو ما عادش عندك حد شي لكراس شو تحت شي يعني هي مبادرة شرعية يعني نحو الفوضى المطبقة هذا المعطيات اللي لازم الناس ينتبهوا لها وما لازم مش يدخلوا في كل ما له تقنوية وقانون وهل يجوز او لا يجوز لا العملية هي سياسية بامتياز المشروع اللي موجود اليوم في المرسوم 116 المشرع عن ضرر مسألة استقلالية الهيئات هذه وبالتالي او كلها لهيئات المهنية ومجتمع مدني وما الى ذلك اليوم نحنا في سياق اخر صحيح وعنا مجلس نواب لانوارا والهيئات وجدت قبل 2014 اليوم شنوا كيفاش نبعده ونحافظ على الاستقلالية ونعطيه المجلس النواب قيمته باعتباره سلطة اصلية شنوا المقترح واللي هو متفقين فيه انه ترشح الهيئات المهنية يرشح المجتمع المدني عدد اكثر من العدد المطلوب ويمشئوا المجلس النواب ليختار المجلس النواب والترشيح يتم على اساس معايير شفافة وواضحة فيها المهنية وفيها الكفاءة فهذا هو المطلوب هم ميحبوش هذا ميحبوش لانه التجربة انه يحبوا على هيئة تكون هما اللي اختاروها الاحزاب مش مجلس النواب لانه مجلس النواب في نهاية المطاف هو احزاب يحبوا يختاروها على اساس الوزن النيابي متاع كل الحزب يتم اختيار الاشخاص هذوم ولهنازه ده كيف كيف خطورة يعني في الوقت اللي كانوا الناس يحكيوا على التوجهات المهمة اللي اخذاها المجتمع التونسي بعد الثورة وانه اعلام وقرص شروط وتعدد وتنوع وانضباط في هذا الوعد الى انه نرجعوا للخلينا نقول لوضع شبيه بما هو موجود في العراق او في لبنان يعني تعاددية وهمية كل تلفزة عندها ما تمثل السماح بالاشهار السياسي هذال المشيين فيه وبالتالي يصبح الاحزاب القوية الاحزاب غير النظيفة غير الشفافة بشي تسيطر على المشهد السياسي وهذاك عليش مرات ينقدونا يقولوا عليش تحكيوا في السياسة لانه ثم تداخل كبير جدا بين السياسة والاعلام اضف الى ذلك ان المهمة متاع الهيئات هذه في الدستور تنص على انها عندها وظيفة سياسية وهو ضمان الديمقراطية واليوم احنا نقول وقلنا في اكثر من بيان ان احنا من الجموش نكونوا شهاد زور لازمنا نقولوا الحقيقة كما هي وهناك تلاعب كبير بالسياسة في تونس وهناك تضليل كبير للرأي العام الدستور حل الاشكالية هذه الدستور قال المراسيم هذه بش يستمر بها العمل لمدة سنة في انتظار انك تعمل قوانين والقوانين هذه بش تتركز الهيئات الدستورية هذه نهائين اللي صار انه ما صارش القوانين هذه وتم تأجيلها في كل مرأة عليش تم تأجيلها لان القوانين هذه بش تفضح الاحزاب السياسية لان الاحزاب السياسية اليوم كلهم يحكيوا على حرية تعبير يحكيوا على حقوق الانسان يحكيوا على حقوق المرأة على حقوق الطفل كلهم يحكيوا مثلا حتى واحد ما يحكيش عليه اما شنو الميحك اللي تنجم تعرف منه الحزب وين المقالات متاعه وين مقاصده في التفكير بفهمتي هو القوانين اليوم كيف ما قلت ثم مستحق بتاع انتخابات ثم خوف النهضة ما كانش ما بقاتش بالقوة السابقة اليوم ثمش كون يلوي في ديها العصاة سواء كان أحزاب في وسط الحكومة سواء كان مؤسسة رئاسة الجمهورية وبالتالي أصبحت عملية هالسقوط الأقنعة خلينا نسموهم وينس كلهم مشات تجري في سبيل لا أعطيني بهذه الطريقة أستقوى عليك ما بقي لي من قوة سوف أستعمله ضدك ومهمنيش في مقالة الدستور وفي الفصول الدستورية اللي تقول لابد من يعني تسليم العهدة من خلال قانون أساسي يتم التصويت عليه بالأغلبية المعزة كل هذا يخلوه على جانب اليوم الإشكال القانوني الحقيقي والفعلي هو أنه تعديل مرسوم بقانون تعديل فصول زوز فصول عمليين بيحبوا يعدلوهم ما يعرفوش أنه المرسوم مترابط وبالتالي كتعدل الفصول هذي أقسام كاملة فيما يتعلق بالانتخابات فيما يتعلق بعملية التعديل في حد ذاتها لكلها بيش تندثر وبالتالي بيش يصبح ممسوخ هو ما هواش تعديل هو قانون بديل فيه زوز بنود فقط هو كيف ننتخب الهيئة وبالتالي نستغل الأغلبية التمثيلية الموجودة اليوم واثنين كيفاش نطبع وضعية الإذاعات وتلفزات غير القانونية وبالتالي نخلق نظام التصريح وبالتالي يصبحوا وضعهم طبيعي مو عندي مشكلة معنا بي القروي لأنه ما عطنيش الأسهم متاعي يعني ما قسمنيش بالجدار شوف عيب اللي قاعد يصير لأنه مشكلة معنا بي القروي 13 مراسلة بعثناهم من بي القروي بش يسوي الوضعية متاعهم إلى درجة أنه الإجابات متاعه نبيل القروي أنه علش مستعجلين خليتهم أن نسوي الوضعية متاعهم على هايكاز جاي فهذا إجابات يعني تصور أنت مداء المسؤولية نبيل القروي هو اللي عنده تسريبات هو اللي يقول بره أمشي البنت تخدم في المجتمع المدني بره أمشيه هو ودقه على الباب وكذا هو يقول بالحرف الواحد وهذا موجود يقول أنه أنا عملت التلفزة بش نحكم في والديكم يعني هذين نموذج اليوم اللي قاعد يشرع في القوانين هذا هو النموذج اللي قاعد يشرع في القوانين يعني البحير يقول لو أنه ثم بقيت حياة لهذه الهيئة يجب أن تستقيل لأنهم ربحوا وقت اللي جمدت نفسها للريك قبل ووقتها عملوا الإذاعات والتلفزات غير القانونية نجيك للمسألة أخرى أنه الهيئة ما تعطيش إلا الهيئة أعطت للنسكم للنسكم يعني الهيئة جاءت قالت أوكي ثم وضع فيها مؤسسات غير قانونية لازمنا ندخلهم القانون نجينا وقلنا يتوقف أي واحد يتوقف على البث يمد الملفهم بتاعه بش يناقش قدمت حتى الإنسان اللي هي إلى حد الآن أنا معها مشاكل كبيرة ولكن أعطيناها الإجازة الوحيد اللي يرفض أنه يتوقف على البث المؤسسة اللي قطعت القرارات متاع الهيئة مباشرة على الشاشة هي الزيتونة يعني لأنها حاسة بنوع من البونديتيزم بالقوة وبالدعم من قبل الحزب الأقوى في تونس فوقت يجيه يقوله اليوم أنه الهيئة معا شكون وضد شكون هذا غير صحيح وقت تشوف المشهد اليوم حتى تشوف امتداداته السياسية أو المالية أو ما إلى ذلك سوف تجده متنوع ومتعدد دون الدخول في مسألة الجودة على الأقل شكليا تجده متنوع ومتعدد فهما هو الهروب إلى الأمان حاولوا لأن الهيئة هذه لو جاء فيها بكل صراح بما في ذلك اللي استقال لو جاء فيها فهمتي أدنى شك في وضعيتها المالية تعملش مشكلة مع الحوار التونسي وما تعملش مشكلة مع التاسعة ما تعملش مشكلة مع النسمة دي أنه اهتمت بـ الميديا دومينو اهتمت بهم الدفاصون أنه ميحطوش يدهم على الرأي العام وتعرف أنه أغلب الخطايا المالية وغيره وتتقدمت للناس هذوما الهيئة مش تنحي جزء من الميزانية متاعها للاعلام الجامعياتي مش تسعى بكل الطرق أنه تعمل على الأقل إذاعات محلية عمومية في المناطق هذيه هو الهدف اليوم ما نحن نجيه نقوله الإعلام الخاص لازموا صندوق للدعم ولكن يدعم ماذا؟ يدعم المضامين يدعم الجودة مش أنه تجيه لحكومة تبدأ تمد في الفلوس تحت الطاولة أو ما إلى ذلك لأنه كنتي ترفيه سياسي وما تنجمش هاو في الدول الديمقراطية يعملوا له سناديق متاع دعم ولكن سناديق عندها المعايير متاعها كيفش تدخل في الإعلام وعادة للرفع من الجودة لازم الهدف هو الرفع من الجودة وهذه هي رؤية الهيئة الهيئة وقت لتعمل الميديامتري مثلا جهاز لقياس نسب الاستماع والمشاهدة فهمت هذي عندها فيه مصلحة هذا الصالح العام اللي لازم يقوم ولكن تشوف في المقابل قد يش تعرضنا إلى تنكيد وإلى تشويه من قبل هذه المؤسسات وقد يش تعرضنا إلى أغرام ويجي نهارا نحكيه فيه في الجانب هذي ومع ذلك الهيئة وقت ترفع صوتها اليوم وتتكلم بهذا الصوت العالي لأنها تعرف ما عندها حتى شيء نجمه يعتمدون وتأكد اللي عارك بصوت عالي لأنه ما عندوش حاجة خايف منها